أعلن سائق شاحنات النقف في محافظة تعز ضراباً شاملاً احتجاجاً على فرض الجبايات بطريق طور الباحة الواقع بمحافظة لحج وقال السائقون أن نقاط الجبايات الجديدة المستحدثة أمام مقر قيادة اللواء الرابع مشاه جبلي بمنطقة طور الباحة تطلب من كل شاحنة مبالغ مالية تصل إلى أكثر من 20 ألف ريال أو تمنع مرورها باتجاه تعز وأكد السائقون استمرارهم في الإضراب حتى رفع كل النقاط المستحدثة مطالبين النيابة العامة بسرعة فتح تحقيق وتقديم المتورطين للمحكمة في سياق متصل يواصل شايق الشاحنات في مديرة الشمايتين بمحافظة تعز الإضراب الشامل احتجاجاً على الجبايات وطالب السائقون السلطات المحلية في محافظتي لحج وتعز بإيقاف الجبايات غير القانونية والتي انتشرت في الفترة الأخيرة الأمر الذي أدى لارتفاع أسعار المواد الغذائية ومسلزمات المواطنين في المديرية نحن واقفين تضامن على السنادات والتقطعات والتهبشات التي تحدث كل يوم جديد في المناطق من عدن إلى مدخل تعز تهبشات لا تتقه لأي نظام أو قانون أو قهة مختصة سنادات لا نعرف إلى فين تروح المبالغ لا الطريق أصلحوها طريق مخربة طريق منتهية أمن لا يوقد تهبشات في خط المقاطرة تهبشات في خط الرقع تهبشات في خط تعز نريد من السلطة المحلية ومن المسؤولين ومن القهة المختصة أن ينظروا إلى هذا الأمر نريد ترفيع النقاط نريد تعاني تصليح الطرقات نريد التحاسين الكواشيلا وانتروح هذه التوربات تحاسين من 40 ألف تور الباحة النقاط الذي داخل تور الباحة الذي داخل السميتة يعني سنادات من 40 ألف من 30 ألف باطل وطريق خربان نعاني من الطريق نعاني من بلاطج نعاني من كل شي متقطعين يعني من كل شي نعاني يعني من صفولنا نحن سواقين ليل بني هرب الخطوط والناس نايمين والمدرة نايمين والمشاخ نايمين